تزامنا مع أعنف عملية قصف قامت بها قوات النظام السوري وحلفائه للغوطة الشرقية ما أدى لمقتل الآلاف وتشريد عشرات الآلاف وتدمير غالبية بيوت ومرافق المنطقة اختار رئيس النظام السوري أن يدخل الغوطة ليعبر لبعض نازحيها عن نشوته بتقدم قواته في المنطقة وليطمئنهم بأنه يريد حماية جميع أهالي الغوطة المفارقة الكبيرة تكمنوا في أن من يوجه الأسد كلامه لهم هم أنفسهم من واجهوا على مدى أسابيع نيران مدافعه وطائراته واستطاعوا الفرار من جحيم مبيت لهم واليوم وبعد مرور ساعات فقط على مرور رأس النظام بالغوطة قتل ستون مدنيا بينهم عشرون طفل وامرأتان وأصيب العشرات جراء قصف مدافع وطائرات قواته والطائرات الروسية على مدن وبلدات الغوطة واستهدافه أحد ملاجئ المدنيين النازحين في مدينة عربين بصواريخ روسية جديدة جهزت لاختراق هذه الملاجئ كذلك شهدت الأحياء السكنية بمدينة دوما قصفا من قوات النظام روسيا بالفسفور الحارق المحرم دوليا والبراميل المتفجرة ما أسفر عن دمار كبير وحرائق في المناطق السكنية وعلى وقع أخبار التقدم التي ينسجها النظام وحلفاء شنت المعارضة السورية المسلحة هجمات مضادة في الغوطة الشرقية مكنتها من استعادة السيطرة على أغلب مناطق بلدة مسرابة وإزاء من مزارع العب وبلدة بيتسوا في الجزء الشرقي من الغوطة مصادر في المعارضة أكدت أنها شارفت على وصل مناطق سيطرتها في دوم الواقعة في الطرف الشمالي من الغوطة ومسراب الواقعة شرقا مع مناطق سيطرتها في مدينة حرست غربا يأتي هذا في وقت كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام أن أكثر من 500 عنصر سقطوا قتلى في سفوف قوات النظام وحلفائه منذ بدء الحملة العسكرية على الغوطة الشرقية قبل شهر وتضمنت أسماء القتلى أكثر من 70 ضابطا بينهم لواء وعميد وعقيد ونحو 35 ضابطا وعسكريا روسيا